هندخل مع بعض دلوقتي على الفرق ما بين بقى البروجيكت والبروجرام والبرتفوليو والأوبريشانز مانجمينت احنا اخنا مع بعض من شوية البروجيكت عرفنا عن ايه مشروع عرفنا انه هو حاجة فريدة حاجة يونيك وشرحناها بالتفصيل طيب هندخل دلوقتي بقى نتكلم على البروجرام والبرتفوليو والأوبريشان مانجمينت ندخل اول حاجة نتكلم على البروجرام او البرنامج يعني ايه بروجرام هو group of related projects manage in coordinated way to obtain benefits and control not available from managing this individually يعني ايه الكلام ده معنى البرنامج هي مدموعة من المشاريع بس خد بالك كويس جدا 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 من نوضوع related project يعني لازم تكون مشاريع متعلقة ببعضها يعني على سبيل المثال احنا لو عندنا مثلا مشاريع في بلد معينة يبقى كده المشاريع دي related او متعلقة ببعضها طيب طيب الحاجة التانية اللي عايزك تاخد بالك منها او الكيوردز بقى والكلمة المفتاحية لو جالك اسئلة الكلمة التانية غير related project هي كلمة benefits يعني احنا بتم ادارتهم مع بعض المشاريع اللي لها لها علاقة ببعض دي عشان خاطر benefits هنطلع فايدة من الموضوع ده طبعا بعكس لو كنا بندير المشروع او كل مشروع على حدة او individualي يعني بفردية ممكن يعني مثلا ممكنش نطلع benefits من الموضوع ده بعكس ان احنا هنديرهم مع بعض عدة مشاريع خلي بالك من النقطين دول group related project هي مجموعة من المشاريع المرتبطة ببعضها تمام ويتم ادارتها بطريقة متنسيقة للحصول على فائدة من ذلك يعني هي مجموعة من المشاريع المرتبطة بيتم ادارتهم مع بعض عشان benefits معينة وطبعا بعكس لو كنا هنديرهم مشروع مشروع ممكن ما كناش تطلع منهم فايدة طيب ده كان البروجرام وعرفنا ايه الkeyword البروجرام هي related project و benefits عشان خاطر بس الاسئلة طيب النقطة اللي بعد كده هي البرتفوليو او حافزة المشاريع هي مجموعة من المشاريع او البرامج يعني دلوقتي هنقف هنا شوية طبعا احنا عرفنا عينيه المشروع بيكون مشروع واحد انما البروجرام بيكون related project مجموعة من المشاريع انما البرتفوليو بقى بيكون مجموعة من المشاريع والبرامج كمان تمام طيب احنا بندرهم ليه بندرهم عشان خاطر بنحقق هدف استراتيجي الكيورد هنا عشان خاطر حل الاسئلة هي strategic objectives يعني بيتم ادارة المشاريع والبرامج دي عشان خاطر هدف استراتيجي طيب ممكن حد يسألني يعني ايه برضو هدف استراتيجي انا مش فاهم ممكن يكون الهدف الاستراتيجي ده طبعا اللي بيحط الاهداف دي اكيد الشركة اكيد هي يعني بتكون حط هدف استراتيجي محدد ممكن يكون عبارة عن ربح مدي ممكن يبقى حطت المشاريع دي والبرامج دي مع بعضها بيتم ادارتهم مع بعض عشان خاطر ربح مدي مثلا بس هل كل المشاريع بتدارة يعني عشان خاطر مثلا في ربح لا ممكن يبقى الهدف الاستراتيجي غير كده ممكن يبقى الهدف مثلا كسب خبرة الشركة مثلا لسه جديدة او كده فمحتاج ان هي تكسب خبرة حاجة غير كده مثلا مفيش مشاريع او حاجة كده فالشركة باخدت مشروع معين او كده عشان تحافظ على الناس اللي عندها ايا كان نوع الهدف الاستراتيجي لكن الغرض من الموضوع هي محفظة المشروع او حافظة المشاريع او البرتوفوليو هي مجموعة من البرامج والمشاريع بيتم ادارتهم مع بعض عشان خاطر استراتيجيك اوبجيكتف طيب السؤال ممكن يجي از دائعة من موضوع ده السؤال اكيد مية في المية اكيد هيجي لك فيه كي وورد الكي وورد هنا في البرتوفوليو gravity objectives اول ما تشوف موضوع في السؤال їх اكيد على طول هنروح لي liportifoolio طيب احنا كده تكلمنا على البروجيكت تكلمنا على البروشيكت تكلمنا على البروجرام تكلمنا على البروتفوليو طيب ندخل دلوقت سريعا هنتكلم على الامريشنال وورك او ال pil merits يعني ايه بقى العملية من اسمها كده هي عملية نحاجة اونجوينج يعني فيه انتاج مستمر انتاج فيه فيه تكرار في الموضوع على سبيل المثال مثلا يعني انتاج مثلا موبايلات انتاج سيارات انتاج مثلا تلاجات كل الحاجات دي ممكن من اول يعني ممكن يعني من اول الشهر الاخر الشهر بينطب فقط منتج واحد نفس الشكل نفس كل حاجة طبعا هنا مش يونيك لان الموضوع هنا مبقاش يعني فريد لان نفس المنتج بيطلع هو نفسه على طول بيتكرر معي وهي عملية متكررة طيب دلوقتي فيه حاجات متشابهة مع البروجيكت وفيه حاجات مختلفة عن البروجيكت طيب ايه هي واجه التشابه ما بين العملية والمشروع او البروجيكت وي الوبريشن الواجه التشابه اكيد فيه ريسورسيز فيه من باور او فيه ناس شغالة اكيد هنا وهنا اكيد بيحتاج لتخطيط بنخطط له هنا وهنا طيب طبعا الحاجة اللي بتخلي او الحاجة او اكبر اختلاف ما بين الوبريشن وي البروجيكت اكيد هي موضوع ان المشروع يونيك ما بتكررش وليه بداية وليه نهاية ليه ستارت وليه فينش انما العملية ممكن تبدل على طول بتصنع نفس المنتج ده لفترة طويلة فهو ده كان الفرق الكبير ما بين الوبريشن وي البروجيكت طبعا ده الشكل ده من البيم بوك الاصدار السادس شكل يعني بصراحة يعني كويس جدا موضح لنا الفرق ما بين البروجيكت والبروجيكت والبروجيكت المرتبطة ببعضها بيتم ادارتها عشان خاطر بنيفت معينة هنطلع على طول الليفل 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 البرتوفوليو البرتوفوليو بيكون عبارة عن مجموعة من البرامج والمشاريع بيتم ادارتهم عشان خاطر هدف استراتيجي طبعا اي حد ممكن يشوف الشكل ده على طول هيعرف كل حاجة بسهول هيعرف الفرق ما بين البروجيكت والبروجيكت والبروجيكت والبروتوفوليو اكتر حاجة بتثبت المعلومة وده اللي ركزت عليه في الكورس بتاعنا اكتر حاجة بتثبت المعلومة هي الصور اللي زهنك لما يشوف الصور دايما انت ممكن تنسى الكلام لكن الصورة دايما بتفضل في بالك ممكن تفتكر الموضوع من خلال صورة العقل البشري محتاج ان هو يعني يستوعب يعني كزا حاجة يستوعب اسئلة يستوعب صور كل الكلام ده بيخل المعلومة تثبت عندك بشكل اقوى بشكل افضل هندخد مع بعض على النقطة رقم خامسة The Project Life Cycle او دورة حياة المشروع طبعا الشكل ده برضو من البينبوك طبعا دورة حياة المشروع اكيد عندنا كزا مرحلة اول مرحلة عندنا بداية المشروع طبعا بداية المشروع بتكون في مرحلة الانشياتينج او في مرحلة بداية المشروع بيتم عمل حاجة اسمها البروجيك تشارتر طبعا هنتعرف مع بعض شابتر انتجريشن بإذن الله في اخر محاضرة على موضوع المشروع اي مشروع في الدنيا لازم يبتدي بالشارتر او مساق المشروع وبرضو في مرحلة اللي برضو البدء او الانشياتينج بيتم تعريف ده كله بيتم في مرحلة البدء او الانشياتينج تاني مرحلة عندنا هي مرحلة التجهيز والاعداد تنظيم طبعا بالمنطب كده اكيد دي في مرحلة التخطيط في مرحلة البلانينج ثالث حاجة عندنا يعني تنفيذ الاعمال طيب امتى بيتم تنفيذ الاعمال في اي مرحلة اكيد بيتم تنفيذ الاعمال في مرحلة الاكسيكيوتينج بروسيز يعني في مرحلة التنفيذ اخر حاجة عندنا اندينج زى بروجيكت اغلاق المشروع اكيد بعد ما بنفس المشروع اكيد في النهاية بننفي المشروع اي مشروع في الدنيا ليه start و end ليه بداية و ليه نهاية طيب حالي ممكن حد يقول لي مرحلة المنترينج and control مرحلة ومرحلة المتابعة او مرحلة المتابعة دي بتتم في جميع مراحل المشروع دي نقطة مهمة جدا لو انت فهمتها هتفهم و هتوفر على نفسك حاجات كتير جدا طول الكورس بتاعنا و طول مذاكرتك للبينبوك لازم تكون عارف كويس جدا ان مرحلة المتابعة هي مرحلة او هي عمليات بتتم في جميع المشروع يعني بتتم مثلا من اول مرحلة الانشياتينج و نحن لسه بنعمل الشرطر اكيد لازم بنعمل كنترول على الموضوع ده عشان نشوف بيتعامل بشكل جيد ولا لا و في مرحلة البلانينج و نحن لسه بنعمل البلانز او الخطط والبيزلاينز او الخطوط المرجعية و نحن بنخطط المشروع لازم نشوف هل نحن بنخطط صح ولا لازم ناخد اكشن معين في مرحلة التنفيذ و انت بتنفذ الاعمال المشروع هل بالمنطق ان احنا ممكن ننفذ بدون ما نعمل كنترول على التنفيذ او على الاعمال اللي بتتنفذ اكيد مش منطق لازم بنعمل كنترول عشان نقدر نعمل يعني لو في مثلا حدنة عن البلان بتاعتنا نقدر نعمل نقدر ناخد اجراء تصحيح عشان نمشي على الطريق الصحي تاني او نمشي مع الخطة تاني في مرحلة اغلاق المشروع في مرحلة اغلاق المشروع بنحتاج برضو ان احنا نعمل منوتورينج اند كنترول بنشوف احنا بيتم اغلاق المشروع حسب المخطط لي ولا لا طبعا زي ما انتم عارفين كل الخامسة بروس جروب دول طبعا دول متوزعين طبعا دول بيحتوى على عمليات العمليات كلها تسعة واربعين عملية هندرسهم مع بعض في العشرة نونيج اريا طبعا فيه جزء خاص بالموضوع ده ان شاء الله هندرسه بعد شوية فيه نقطة مهمة جدا 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 اوضحها لو انت فهمتها هتفهم حاجات كتير لحد نهاية الكورس اللي هي ايه الشكل اللي قدامنا ده يعني مش مورد شكل هو انت لو فهمته هتفهم حاجات كتير قوي اللي انا عايز اقوله من الشكل ده عندنا المخاطر في المشروع او risk and uncertainty المخاطر والشك او الغموض انت دلوقتي في بداية المشروع ما عندكش لسه اي data ما عندكش اي معلومات يبقى طبيعي جدا ان يكون الشك عندك او الغموض بيكون عالي في بداية المشروع لعدم توفر معلومات لعدم توفر بيانات في بداية المشروع فنشوف كده ما بعض الكيرف او الريسك بيكون عالي جدا في بداية المشروع وكل ما نمشي في المشروع بيقل ليه بيقل بقى لان احنا بعد كده في عندنا شبطر كامل في الريسك في عندنا هنخطط لسه للريسك وهنعرف المخاطر في المشروع وهنحللها ونعمل لها استجابات وهنعمل عليها control كل الكلام ده بيقلل من الخطر الموجود في المشروع فعشان كده بيقل لحد نهاية المشروع بينزل الكيرف تحت خالص كده طيب تأثير المعنيين على المشروع influence of stakeholders طبعا انا اتفقنا مصطلح stakeholders هي اي شخص ممكن يأثر او يتأثر بالمشروع سواء بالعجاب او بالسلم طيب تأثير المشروع اللي هي عالي في بداية المشروع طبعا احنا في البداية بنكون محتاجين معلومات المعلومات دي بناخدها من المشروع او من ال key stakeholders دول فطبعا بنحتاج ان احنا نعرف احتياجاتهم نعرف توقعاتهم وطالباتهم في البداية بتكون مؤسرة جدا 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 عشان كده بتكون عالية طيب ليه بتقل في نهاية المشروع احنا حاليا نفذنا المشروع جيه واحد يقول لك من الاستيكهولدرز في نهاية المشروع اعدلي المنتج ده طبعا هيكون الموضوع صعب عشان كده هيكون تأثيره في النهاية مش قوي بعكس في البداية تأثيره قوي جدا في البداية طيب النقطة اللي بعد عشان كده هنا موجود المخاطر والغموض وتأثير اصحاب المصلحة اللي هم المعنيين او الستيكهولدرز بيكون اكبر ما يمكن في بداية المشروع ثم تقل بعد ذلك النقطة المهمة جدا اللي هي تكلفة التغيير دلوقتي وانت لسه في بداية المشروع في مرحلة مثلا التخطيط او اعداد الدروينج او الرسومات طلب منك انك تعدل اكيد يعني اكيد ممكن بسهولة انك تعدل في المخططات او كده هيكون الموضوع مش مكلف هيكون الموضوع يعني مش تدفع كتير بعكس بقى في نهاية المشروع بعد مثلا او في نص المشروع تكون انت نفست بقى عملت الاساسات عملت الدور الاول بدأت في التشتباط ويأتي الكاستر مثلا يقولك انا مش عاجبني الموضوع ده عايز اغير او في نهاية المشروع مش عاجبني المنتج ده انا عايز اغير هيكون الموضوع مكلف جدا 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 هيكون تكلفة تغيير اه كتير او عالية جدا في نهاية المشروع عشان كده الكيرف بادئ قليل تكلفة التغيير ان احنا نغير في البداية المشروع بيكون التكلفة قليلة بتبدأ طبعا تكلفة التغيير بيتزيد معنا بالتدريج واحنا ماشيين في المشروع الحد في نهاية المشروع اكيد لما هيطلب منك تغيير في النهاية هيبقى الموضوع صعب جدا. ندخل على نقطة رقم ستة البروجيكت الديولومنت لايف سايكل. عندنا خمس حاجات موجودين خمس حاجات من مراحل او من دورات حياة المشروع. اول حاجة البرديكتف لايف سايكل او دورة الحياة التنبؤية. رقم اثنين اتريتيف لايف سايكل او دورة الحياة متكادرة. رقم ثلاثة او دورة الحياة متزايدة. رقم اربعة دفتف لايف سايكل او دورات الحياة متكيفة. هاي برضو لايف سايكل او دورات الحياة الهيجينة. هنبدأ دلوقتي مع بعض ان احنا نفصل كل واحدة ونعرف كل واحدة بتتكلم او البينبوك تتكلم عنها ازاي. اول حاجة عندنا البرديكتف لايف سايكل او دورة الحياة التنبؤية. في يعني في النوع ده من دورات الحياة بتكون السكوب والطايم والكوست او النطاق بتاع المشروع طبعا هنتكلم بشكل مفصل جدا. في شابتر لكل حاجة من دول شابتر خاصة بالسكوب والسكادول او الطايم والكوست. لكن هنا عندنا بيكون السكوب والطايم والكوست بيتحددوا في بداية المشروع. يعني النطاق المشروع والوقت والتكلفة بيتحددوا في او من مرحلة المشروع. طبعا لو جاء لك سؤال عن الموضوع ده هيجي لك بالطريقة دي او هي دي الحاجة المختلفة او الحاجة اللي بتميز البرديكتف لايف سايكل عن باقي الليف سايكلز اللي موجودة عندنا. لازم تكون عارف بيتم تحديد منطاق المشروع والوقت والتكلفة من بداية المشروع او في مراحل مبكرة من المشروع. اي تغييرات على السكوب لازم هتدار بشكل جيد. طبعا احنا هنا يعني معرفين السكوب من البداية. يعني ما فيش عندنا تكرار في الموضوع. السكوب متعرف. الطايم متعرف والكوست متعرف. فأكيد اي تغييرات هتبقى على السكوب لازم هندرها بعناية جدا او بشكل جيد جدا. فطبعا هنا برضو في النقطة الرقم ثلاثة هنا بيطلق برضو على برديكتب لايف سايكل او الوتر فول لايف سايكلز او ممكن نحن نشير لدورات الحياة التنبؤية على النموذج الشلالي او الوتر فول لايف سايكل. ندخل مع بعض دلواتي على رقم اثنين عشان نشوف بقى الفرق ما بين رقم واحد وما بين رقم اثنين. هنا بقى في رقم اثنين اتريتيف لايف سايكل. من اسمها كده هتكون دورة حياة المشروع متكررة. طيب هنا اذا برديكتب لايف سايكل. يعني نطاق المشروع بيتعرف بدري زي برضو البرديكتب لايف سايكل. السكوب كان بيتعرف بدري لكن خلي بالك. احنا هنا في البرديكتب لايف سايكل كان الطايم والكوست بتعرفوا ايضا مع السكوب بدري. انما هنا السكوب بس هو اللي بتعرف بدري. انما الطايم والكوست بيتم تعديلهم اثناء المشروع على حسب وجهة نظر او حسب فهم فريق المشروع ازاي ان هو يزيد في المنتج. يحدد نطاق المشروع بصفة عامة مبكرا في دورة حياة المشروع بيتم طبعا تعريفه بدري. ولكن الطايم والكوست بيتم تعديل تقديرات الوقت والتكلفة تعديل روتيني حسب فهم فريق المشروع الزيادات في المنتج. يعني هو بيغير في الطايم والكوست عشان خاطر زيادة المنتج. طيب ازاي بقى هنزود في المنتج او هنزود من الانتجية دي. اكيد عن طريق التقرار. تكون من التقرارات بتطوير المنتج من خلال سلسلة من الدورات المتكررة. يعني هنطور من المنتج عشان نطور من المنتج بتاعنا هيتم عمل دورات متكررة. يعني قبل بس ما نقلب من الصفحة دي. عشان خاطر الاسئلة. انا دايما بحب اكد على موضوع الاسئلة. عشان هو ده الهدف. اكيد في البداية احنا بنحب نفهم الناس. تكون فهمة. والهدف التاني بقى. ان الناس تبقى عامل حسابها. ازاي ممكن السؤال يجي لك في الاختبار. السؤال ممكن يجي لك. يقول لك ايه هي دورة الحياة اللي فيها الاسكوب والطايم والكوست بيتحدده من بداية المشروع. على طول وانت مغمض عينيك هتروح لـ Predictive Life Cycle. السؤال الثاني ممكن يقول لك ايه هي دورة الحياة او ايه هي Life Cycle اللي فيها الاسكوب بيتحدد بدري لكن الطايم والكوست بيتغيره عشان خاطر الـ Product increases. طبعا على طول هنروح لـ Predictive Life Cycle. هناخد النقطة رقم 3 Incremental Life Cycle او دورة الحياة المتزايدة. هنا في النقطة دي بيتم او بتنتج التسليمات من خلال سلسلة من التكرارات التي تضيف الوظائف بصورة متتابعة في اطار زمني محدد مسبقا. يعني ايه برضو الموضوع ده؟ يعني ايه اصلا كلمة الـ Deliverables. طبعا الكلمة دي هنتعرف عليها بشكل كبير جدا اثناء الكورس بتاعنا الـ Deliverables او اللي هي المخرجات او التسليمات اللي بتنتج من المشروع. اي مشروع في الدنيا واحنا بنعمله بنطلع منه مخرجات اكيد او هي ده اللي هنسميها الـ Deliverables. طيب المخرجات دي او التسليمات دي بتطلع بتطلع عن طريق مجموعة او سلسلة من التكرارات. التكرارات دي هي اللي بتضيف الوظائف بتكون طبعا بصورة متتابعة في اطار زمني محدد مسبقا بريدة بيكون فيه وقت محدد مسبق بيتمي فيه الموضوع ده. طيب نقطة رقم اربعة او الـ Agile او طبعا الموضوع ده اه زي ما احنا وضحنا هنا في موضوع كامل او 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 كتاب كامل على الموضوع ده موضوع الـ Agile طبعا في بس نقطة حابة بتكلم عليها ان الموضوع الـ Agile ده يعني حسب اخر كلام موصل لنا انه يعني مش هتيجي في الامتحان عشان كده احنا يعني هنعدي الموضوع ده ندخل على الموضوع اللي بعد كده موضوع الـ Hybrid Life Cycle او دورة الحياة الهاجين طبعا من اسمها Hybrid يعني اكيد فيه combination ما بين حاجتين احنا هندمج حاجة بحاجة اللي هي ايه combination of predictive اول حاجة اخناها و الـ Adaptive Life Cycle هي مزيج من دورة الحياة التنبؤية وتكيفها يعني هتاخد من خصائص اللي كانت موجودة في دورة الحياة الـ Predictive و هتاخد برضو من خصائص اللي موجودة في الـ Adaptive Life Cycle و هنعمل دورة حياة هاجين ما بين الاثنين دول Those elements of the products are well known طيب العناصر المشروع اللي بتكون معروفة او المطلبات اللي بتكون ثابتة هنتبع الـ Predictive Development Life Cycle طيب مش هما الاثنين هاجين طيب امتى بقى هنعمل دي امتى هنعمل دي لما تكون عندك عناصر المشروع معروفة او مطلبات المشروع ثابتة Fixed Requirement هنمشي او هنتبع او نعمل Follow the Predictive Development Life Cycle طيب لو عناصر المشروع بقى مش ثابتة محتاجة دايما تطوير Still evolving هنتبع ايه؟ هنتبع الـ Adaptive Development Life Cycle او موضوع الـ Agile طيب احنا عارفين موضوع الـ Agile بيتمد دايما على موضوع التغييرات او هو اصلا اسمه Change Driven Life Cycles فلما يكون الموضوع او عناصر المشروع محتاجة دايما تطوير هنتبع الـ Adaptive لما تكون مطلبات المشروع ثابتة من البداية او محددة جيدة من البداية هنتبع الـ Predictive Life Cycle ده كان بشكل كده مختصر على الخمس انواع من الـ Development Life Cycle يعني انا بس مش حابب الناس ان هي تملة من موضوع زي ما اوضحت في البداية ان الـ Freemwork شوية نظري شوية نظري لكن الموضوع هيبدأ يبقى كويس او ممتع مع الناس من بدايتها من لما نشرح بقى شابطة المسكوب كل الحاجات يتبقى مثلا تكرر معانا فالموضوع هيبقى سهل بالنسبة للناس باذن الله اشتركوا في القناة